سيقول السبهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرق يهدي من يساء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا سهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول بمن يقلو على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذي دهد الله وما كان الله ليبيع إيمانكم إن الله في الناس لرحوف رحيم قد مرى تقول له وجهك في السباء فلنونينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره إن الذين أوتوا الكتاب وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق بالربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتهم ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءت من علم من العلم إنك إلا من ظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون كما يعرفون أبناءهم وإن قريقا منهم ليكتبون الحق حق وأنتم وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الملترين ولكل وجهة هو موليها فاستبطوا الخيرات عندما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قطير ومن حيث خرجت فولي وجهة شطر المسجد الحرام وإنه لن حق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهة شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر لأن لا يكون بالناس عليكم حجا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولولو تم دعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والسلام إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أمعد بل أحياء ولكن لا تصعرون ولنبرونكم بشيء من الخوف والجوع والحزم من الأموال والأنفس والثمرات وبسر الشابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم سلامات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن السفا والمروة من سعائر الله فمن حج البيت أبعتمر فلا جداع عليه أن يكتبوا فبيما ومن تطوع خيرا فإن الله ساكر حليم إن الذين يكتبون ما أغزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في كتاب أولئك يلعظهم الله ويلعظهم اللاعبون إلا الذين تابوا وأصنحوا وبيلوا فأولئك أتوذ عليهم وأنتم ورعيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفاهم أولئك عليهم لعن لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفق عنهم العذاب ولا هم يمجرون وإلهكم إله وعيد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في قلب السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إن فأحيا به الأرض بعد موتها وبت فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المزخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وبن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كعب الله والذين آمنوا شدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تمروا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءهم العذاب وقتقت بهم الأسباب وقول الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتبروا فلتبرأ منهم كما تبره منا ذاك ذلك يريهم الله أعمالهم مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بسوء والفعساء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع بل نتبع ما الفيد عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي يلعقوا بما بما لا يسمعوا إلا دعاء وندام سم بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوبٍ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاسْكُرُوا لِلَّهِ وَاسْكُرُوا لِلَّهِمْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ وَالْدَّابَ وَلَحْمَ الْغَلَحْمَ الْكِنْتِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَغَلِدُ طُوبًا وَيُرَبَاكِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِذْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بَكُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَرُ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَسْتَرُونَ بِهِ ثَمَرٌ طُلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْقُرُونَ فِي بُطُورِهِمْ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يُكَلِّبُهُمُ اللَّهُ يَوْمًا قِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيلٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ سُرُوا فَنَالَتْ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا تَصْفَرَهُمْ حَلَى الْمَالِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اختْلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي سِطَاقٍ بَعِيدٍ ليس البر أنت والوجوهكم قبل المسرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذا بالقوبى واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآقام الصلاة وآت الزكاة والنوفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في الأسباب في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَوَاتِ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُمْتَى بِالْأُمْتَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ سِيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَلِكَ تَخْفِيكٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِسَوَاتِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبْ عَلَيْكُمْ إِذَا حَبْرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْتَبْرَ خِيْرِ الوسية من للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سميعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خوف بموس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبْ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبْ كَمَا كُتِبْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تسوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي ونزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليسمه ومن كان مريضا مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم عسر ولتكملوا عدتا ولتكبروا الله على ما هداكم ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عن عبادي عني فإني قريب أجيبه دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرسدون أحل لكم ليلة السيام وفات إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم عالم الله أنكم كنتم تختنون تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشرواهن وأبتغوا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوه واشربوا حتى يتبين لكم القيط القيط الأبيض من القيط الأسواد من الفجر ثم أطموا السيام إلى النيل ولا تباسروهن وأنتم حاكفون في المساجد تلك الحدود الله فلا تقربها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من الأموال للناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألون عن الأهل أنهي موقيت للناس والحج وليس البر بأمتأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من ابتقى وأتوا البيوت بالأبوابها واتقوا الله لعلكم تفلعون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة مشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المساجد الحرام الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقدلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن اهتهوا فإن انتهوا فإن الله كفور رحيم وقاتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الديد لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بشهر الحرام والحرومات القزاة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلوكا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتب الحج والعورة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهاد ولا تلحب تحلقوا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى يبلغ الهدى محلا فمن كان منكم مريض عو به أذن من الرأس فقد ففدية من سياب أو صدقات أو نسكر فإذا أمن أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فسيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة وسبعة إذا أرجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم لم يكون أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله واتقوا الله واعلموا أن الله سديد العقاب الحج سهر معلومات فمن فرغ فيه الحج فلا رفته ولا فزوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا بخير يعلمه الله وتزردوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألقاب ليس عليكم جناحا تبتقوا فذلا من ربكم فإذا أفوتم من عرفات فاذكروا الله عند المسعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيفوا من حيث وفاض الناس واستغفر الله إن الله كفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وهو أشهد أو أشد ذكرا فمن المات من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله والله سريح حساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحسرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويسهد الله على ما في قلبه على ما في قلبه فهو على الد القصام وإذا تغل سعى في العرب يفسد فيها ويهلك الحياة والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل لهم اتق الله أخذته العجة بالإثم فحسبه جهنم ونبي سلم هذا ومن الناس من يشتري نفسه بذكر أمر قاتلا والله رؤون بالعباد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَرُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُدُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدْوُّهُ مُّبِينَ فَإِنْ سَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا شَاءَتُ خُمْ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْيُنْزُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُ اللَّهُ فِي زُلَالٍ مِنَ الْغَمَارِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرُجَعُ الْأُمُورِ سَلْبَنِ إِسْرَيِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ مِنْ آيَاتٍ بَيْنَا وَمَنْ يُبَدِّل نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ سَدِيدُ الْعِقَابَ زِيلَ الَّذِينَ كَفَرُوا حَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آبَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَقُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزِقُهُ مَنْ يَسَاحُ بِغَيْرِ حِسَابَ كان الناس هُمَّةً وَحِدَةً فَبْعَثَ اللَّهُ النَّفِيِّينَ مُبَسِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَمُبَسِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ يَحَكُمَ بَيْنَ الْنَّاسِ بِمَا اختَلَفُوا وَمَا اختَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ مُوتُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيْنَاتُ بَغْيًّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اختَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَبْقِ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ قَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَتُهُمْ الْبَأْسَاءُ وَفُرَّاءُ وَزُلْزِلُهُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرَ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبِ يَسْأَلُونَ فَمَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ حَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهٌ لَكُمْ وَعَسَا أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْهَدُونَكَ عَلِ شَهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَسَدُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَقُفُرٍ أَقُفُرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَيَكْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْ بِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَاتْلَ وَلَا يَزَادُونَ يُصَاطِنُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِيلِكُمْ مِنِ اسْتَطَاعُونَ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيلِهِ فَيَمُوتُ وَهُوَ كَابِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةً وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آبدوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن القمر والميزير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثموهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفطون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إسلاح لهم خير وإن تخالدوهم فيطوانكم والله يعلم المفسد من المسلحي ولو ساء الله لأعانتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكيحوا المسركات حتى يؤمنوا ولا أمدكم مؤمنة خير من مسلحي من مسلحكة ولو أعجبتكم ولا تنكيحوا المسركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مسلحي من مسلحك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى المال والله والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسهدونك على المحيب قل هو أذن فعتزلوا النساء في المحيب ولا تقربهن حتى يطهرون فإذا تطهرن فأدوهن من حيث أبركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم بلاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عوبة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سبيح عليم لا يؤاكذكم الله باللوذ في أيمانكم ولكن يؤاكذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربسوا أربعة أسهر فإن فاقوا فإن الله غفور رحيم وإن عذابوا التلاق فإن الله سميع عليم والمتلقات يتربسن بأنفزهن فلا ستقروا ولا إر يحل لهم أن يكتموا أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهم أحض برب ردهن في ذلك إن أرادوا إسلحا ولا هم نبت الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجا والله عزيز حكيم الطلاق موتال فإمزاكم بمعروف أو تسريع بإعسان ولا يحل لكم أن تأخذوا بما آتيتمهن شيئا شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن تلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكحا زوجا غيره فإن تلقها فلا جناح عليهم أن يترجعا إن جن أن يقيم حدود الله وتلك حدود وهي يبيلها لقوم يعلمون وإذا تلقتم النساء فبلغن عجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سريحوهن بمعروف ولا تمسكوهن برارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد زلام نفسه ولا تتفذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعزكم به والله واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء حليم وإذا طلقتهم نساء فبلغن أجلهن فلا تعقلوهن أم ينكحن أزواجهن أزواجهن إذا تراطوا بينهم بالمعروف بإذا ذلك يعاز به من كان منكم يؤمن منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك ذلكم أزكى لكم لكم وأتهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوادلات والوالدات يربعنا أولادهن حولين كابلين لمن أراد أن يتم الرباعا وعلى المولود لا تبه له رزقهن وكسواتهن بالمعروف لا تكلف نفسهن إلا وسعها لا تباه والدات بوالدها ولا مولود له بوالده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراب منهما وتساور فلا جناح عليهم وإن ربتم أن تستردلوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سليتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربسن بأنفسهن أربعة عسور وعسرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما ربتم به من كتبة النساء أو أكننتم في أنفسكم عالم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهم سرًا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزبوا حقدة النكاة حتى يبلغ الكتاب وعلموا أجله وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاعذروا وعلموا أن الله بفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفربوهن أو تفربو لهن فريبا ومذعوهن على الموسع وقدره وعلى المقتري قدرا متعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن تلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم وقد فادتم لهن فريدا فرزهما قودا فردتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده مغدا وقدت النكاة وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسو الفضل ببينكم إن الله بما تعملون بصير حافزوا على الصلاة والصلاة المستعم وقوبوا لله قانتين فإن كفتم فرجالا أو ركبالا فإذا آمنتم أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وزيت لأنفسهم لأزواجهم متاعا إلى الحول وإن إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمتنقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبير الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله لدور فضل على الناس ولكن أكثر الناس إن حثر الناس لا يسرون وقابلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سبيل عليم من دا الذي يقرب الله قوبا حسني فيبعفه له أسعاب أضعافا كثيرة والله يقربه ويبسطه وإليه ترجعون ألم تر إلى الملائم من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لبني لبني لهم أبعث لهم وعث لنا مليكا نقاتل في سبيل الله قال فمعسيتم إن قتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا لا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد وخرجنا من بيارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قنينا منهم والله عليم بالزالمين وقال لهم نبي نبيهم إن الله قد بعد لكم قالوا تبنيكا قالوا أن ما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى سعاتم من المال قال إنه استفاه عليكم عليكم وزادوه فاستفى في العلم والجسم والله والله يؤتي ملكهم من يشاء والله وسيع عليم وقال لهم ربيهم إن آيات آية ملكه إن يأتيكم الثابوت فيه سكينا من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآلها هو تحمله الملائكة إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لكم آيات لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصلقوا والدوت بالجنود قال إن الله مبتليكم في نهر فمن سريب منه فليس مني ومن لم يتمعه فإنه مني إلا من اغتراف من اغتراف عرفة بيده فسربوه منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا تلقى قامنا يوم بجانوت وجنوده قال الذين يزلون أنهم لا قرلا كم من فية قليلة ولا بفية كثيرة بإذن الله والله مع السابرين ولما برزوا جبل برجوا لجانوت وجنوده قالوا رب نغفر لنا علينا رب نغفر أفرق علينا صبر وتفت أردامنا وانصرنا وانصرنا على الغوب الكافرين فهم فهجموهم بإذن الله وقتل دابود جانوت وآتاه الله الملك والحكم وعلمه ممن يسام ولولا ذاكوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو الفضل على العالمين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر